قمة القاهرة للسلام العنوان في حد ذاته احنا بنقول انها قمة في القاهرة هي داعية للسلام لكن هنا لازم اخدك وارجع بيك لوارا كده كم سنة يا ترى هل ترى قضية الصراع العربي الصهيوني قبل هذه القمة كانت حديث العالم انا بكلمك على بضع سنوات ماضية هل كانت حديث العالم يعني هل كانت مدرجة على الاجندة الدولية ولا هي قضيتنا المركزية بالنسبة لنا مصر مصر تحاول دائما ان تدفع لاجل حل هذه القضية مصر تحاول اقرار السلام طول الوقت مصر واضعة مبادرة شديدة الوضوح يحل الدولتين على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة لكن تاني السؤال هو هل كانت القضية على الاجندة الدولية او لا الاجابة لا بالقطع بدليل انه الكتاب العرب تقريبا كتير جدا منهم كان يكتب خلال تقريبا 18-19 شهر يعني من 24 فبراير 2022 والحد الاسبوع الماضي كنت تجد الكثير من المقالات في شتى الدول العربية تتحدث عن انه هل انشغلتم باوكرانيا وتركتم فلسطين لماذا لم تعد القضية الفلسطينية على حسب منطوق البعض القضية العربية على حسب منطوق البعض الآخر لماذا لم تعد هي شغلا شاغلا للعالم لماذا اختفت من على الاجندة العالمية نجحت مصر الحقيقة فانها تضع قضية الصراع العربي الصيوني على الاجندة الدولية مرة تانية من هنا يبقى احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على قمة للسلام واقرار السلام في المنطقة قدر المستطاع ان نصل الى حلا نهائيا لهذه القضية التاريخية طيب